أكثر عطرة نسألت عنها في نهايات 2022 وكل سنة 2023 طبعا في عطور ثانية بعد نسألت عنها بس هذا أكثر عطرة نسألت عنها لسببين أني كنت أستخدم كثير وكذلك الأطر أداء ممتاز ما تلحظ أنت مع الوقت غيرك ولاحظة وتنسأل عنها طبعا هذا هو أول إصدار هذا من الإصدارات القديمة كلش وحاط عليه علامة وهذا جاء بعده بفترة بعدين آخر انصداره هو هذا هذا النوع اللي يتعبه يجي كذلك معاه هذا إذا تبي تشتريه من الوكيل ما لهم أو تقدر تشتريه من الموقع الرسمي لإسانشال برفومز المهم العطر إيش اللي صار فيه بداياته كان عطر خشبي ممتع جدا مع اللمسات العشبية والريحان كثير تنسأل عنه وكثير ناس يعني أنا كنت أحطه في المكتب في الدوام يجون ناس يتعطرون فيه من دون ما يسألوني وأنا كنت مستانس في هالموضوع فالعطر جدا جدا جميل طيب في عطور إن قال إنها متشابهة معاه ليش لأن نفس العطار سواها اللي هو كوينتين بيش هم مثلا بيربس وأكسبرامنتم كروسس من إيتاء ليبري دورانج إكسبرامنتم كروسس إيتاء ليبري دورانج يعتبر عطر نفاث جدا بس شتوي جدا ما يعتبر صيفي أبدا العطر كثير نسألت عنه ولكن أشوفه شتوي كثير وأشوفه مختلف تماما عن بواء إمبريال يمكن شوي الروح موجودة لكن هذا عطر ماخذ الخط الزهري عطر شيبر مع لمسات تابلية واضحة جدا عطر بيربس عطر بيربس من أمواج أشوفه أقرب حق عطر بواء ماروكان من تامفورد ما أشوفه أبدا على خط بواء إمبريال كذلك الروح يمكن موجودة ولكن عطر لباني تابلي مختلف تماما وثقيل أشوفه كثير للفصول الباردة جدا وبصراحة عطر ممتع ولكن ما لخص ما لخص في بواء إمبريال العطر الوحيد اللي صج بواء إمبريال أصلا قلده هو عطر غانيميد وسواء نفس العطار غانيميد نزل قبل بواء إمبريال 2019 وبواء إمبريال نزل في 2020 وصراحة العطر مميز أكثر من بواء إمبريال نفاف قوي غالي وأنا مقاطع الشركة هاي للأمانة لكن العطر اللي حين عندي وعندي كذلك النسخة المركزة اللي ما أستمتع فيها هذا بين كل العطور اللي اليوم ذكرتها أقوى واحد فيهم هالعطر ترشية لازم تغسل الملابس مرتين عشان تروح الريحة منها لأنه وايد وايد صراحة قوي وريحة الكمون وايد واضحة في العطر هذا وأبدا بصراحة ما قدر أقول أنه استمتع فيه ولكن عطر نفاف فيه الروح مال غانيميد ولكن غانيميد العادي جميل أكثر من غانيميد إكستري فإذا تبي صج عطر إن أخذت منها ريحة بواء إمبريال فهو بصراحة غانيميد في كثير عطور بعد قالوا الناس إنها تشابه بواء إمبريال عندكم غري فيتفر بصراحة مختلف تماما هذا فيتفر حمضي جميل جدا منعش وأستمتع فيه لكن مش كثير قريب من بواء إمبريال تم فورد عدود قالوا كذلك في فريقرانتك أن يشبه بواء إمبريال ما أشوفه يشبهه البتة في عطور جا تقلدت بواء إمبريال في عطر من أجمل صراحة جميل تكلمت عنها قبل فترة بصغالي يعني 300 شيء تشتري بواء إمبريال أحسن في كذلك عطر من سينسرومة اسمه إمبريال اللي هو هذا هذا بصراحة أقرب حق ريحة بواء إمبريال القديم النسخ القديمة فإذا أنت تبي شيء تستمتع فيه هذا ممتاز ولكن حسيت أن العطر أضعف من بواء إمبريال العطر ممتاز وثابت وفواح وانسئل عنه ويحسبون يحاط بواء إمبريال بس الشعور اللي كان يجيني من بواء إمبريال أفضل صراحة من عطر إمبريال من سينسرومة تبع عطر مختلف تماما وجميل وفيه نفس الروح عندكم عطر كينزو أوم أودا برفام هذا كذلك سواح كونتن بيش ويستاهل عطر ممتع جدا لكن أنا أفضل نسخة الأودا تويلت إنتنس أستمتع بهذه أكثر من هذا ولكن هذا أقوى ثباته أفضل وفيه لمسة الجلد الواضحة لكن أنا أستمتع بنسخة الأودا تويلت إنتنس فأصف علي طالع شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر